طوكشو جزاك الله خانس الحمد حطا مكياش صارخ خبالك والله تحس انه مش ممكن حاجة باشعة يعني وحط على يمينها شيخ وعلى شبالها شيخ وواحد منهم علماني والتاني يعني سبحانك يا ربي وانا كنت في موضوع لقبل كده وتجد يقولك الكاتب الاسلامي المعروف ده مين اللي عارفه وتعرف امتى معلش انا قبل ما اكون معروف بالدعوة والدروس انا راجل كاتب اسلامي بقالي 18 سنة لي 154 كتاب عمري ما سمعت عن واحد من الناس ده خالص يعني انا محتك بجميع المؤلفين في مصر وبرا مصر وحارف الناس وعارف مين اللي بيكتبه هو محترم وعارف مين اللي بيسرق كتاباته من الغير وعارف وعارف كل ده احنا خلاص دي مهنتي دي حياتي وسبحانك يا ربي وتفاجأ يقولك الكاتب الاسلامي المعروف تجد الكاتب الاسلامي ده لا عليه سمت اسلام ولا لعلاقة بالاسلام والمفكر بقى تموضج دي بقى المفكر الاسلامي طالع يشتم في البخاري شتم في الامام العالم البخاري ويسب في سنة النبي ودرجة ان واحد طالع تخيل طالع بيتاري على بعض الصحابة والله العظيم الاسبوع اللي فاد ده اقسم بالله العظيم على احدى القنوات اللي ربنا يعافين يا رب العالمين طالع والله العظيم وقدامه شيخ وطالع بيسب في واحد من الصحابة طب انا ايه اللي يعدني في المجالس اللي هي دي حتى واحد بعتلي مرة سالة الاسبوع اللي فات اظن اه الاسبوع اللي فات بيقولي فيها ايه عم الشيخ لما واحد يطلع في برامج زي كده عشان يظهر الحق حبيب الغالي البرامج اللي زي كده ما بيكونش الهدف منها ايضار الحق بيكون الهدف منها تضييع الحق لان الشيخ لما يقعد قدام واحد علماني لو حبي يعدي التاني ده هيعمله مشاكل ويعمله اواضي وتشهير وقضية بقى سب وقصف وكان ده كله فبيضطر ان يجمله لدرجة انه ممكن يضطر يقوله احنا حبايب وانت حبيب واخوية وروح قلبي بس احنا والاختلاف في المسألة ديت لا يفسد للود قضية لا يفسد يفسد زي انا قعد ده مواحد بيسب الصحابة وقوله انت حبيبي حبيب منين بأمرت ايه ده انا اغضب للصحابة اكتر مغضب لابويا وامي الصحابة اغلى عندي من امي وابويا الصحابة فعلا دي بدون مبالغة ده مسألة يا جماعة ما يتسكتش عليها يعني فعلا الصحابة لما يسب اشد عندي من ان يسب ام وابويا ازاي ان انا اسكت وازاي ان ده حبيبي حبيبي منين وبعدين هو عشان مفكر اسلامي يمشي بنظام وهي ده مشكلة بقى دلوقتي في ناس عايزة تشتهر وخلاص ويشتهر باي شيء يعني عيازا بالله سي الراجل اللي راح قبنا عافينا عافيكو يا رب بالة في الحرم فالناس قالوا ايه بتعملوا ده قال اردتوا ان اشتهر هلقوا تشتهر بانك فعلت هذا قال ايه لا ما اشتهر بالخير اشتهر باشتهر بالسوء باي حاجة المهم بس ان يذكر اسمي وخلاص هم دول بيعملوا كده ده عمل زي الذي باله في الحرم عايز اقول اي كلام يطلع يشتم في صحابة فالناس تقول شفت فلان المفكر الاسلامي الكبير المعروف اللي والله ما حد والله يمكن اهل بيته بيعرفوه بالعاف يعني بيشبيه عليه خبالك يمكن قريبه نفسه ما عرفوش ويمكن حد ما حدش بيقراله خالص ورغم ذلك يقولك المفكر اسلامي وطلع يسبب في الصحابة الحمد لله رب الله اللهم لك الحمد يعني كل حياتنا من قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر قال عمال قال عثمان قال علي قال الصحابة قال التابعون هؤية دي حياتنا هي دي حياتنا وهي دي كل البضاعة اللي عندنا هي البضاعة التي جاء بها السلف رضي الله عنهم وارضه فلما يجي النار ده يطلع يسب في الامام البخاري تخ ��ですか تخيل من بيقولون الى امام البخاري بيقدح في الكر Beach وبيعمل كذا ومشفق يعني سبحان الله انا اتمنى فعلا ان القنوات اللي عايزة تعمل عايزة تعمل فرقعة يتقرب بنا شوية وما يطلعش بقى واحد مسؤول في القناة ويقولك وفعلا انتو خربتوا الدين وانتو علمتوا الناس الدين غلط طب انا عايز اقول حاجة يا جماعة عايز اقول وانا واحد من الناس وسمحونا انت لاتت الموضوع حقا شوية لكن يا جماعة في امور والله العظيم يعني فعلا تحرق دم اي انسان واحنا مش مهمتي النهاردة ان انا اوصل لك الدرس اللي عايز اقولك ده وخلاص وقوم وامشي والموضوع منتهي لا ده في قضايا جماعة ده في قضايا ده احنا بنخرب عقول المسلمين يا جماعة حرام حرام انا النهاردة قادر في البرنامج بتاع ده ان انا النهاردة او مجايب واحد اقول نعمل مناظرة على الهواء وتعالى بقى ونشوف انت بتفكر ازا وانا بفكر ازا ونشوف ونعرض بضاعتنا عايز اقول يا جماعة اختلاف الدعاء والعلماء مع بعض لا ينبغي ابدا ان ينشر على الهواء انا اختلفت مع اي داعية او مع اي عالم يبقى بينه وبينه حباب قلبي بينه وبينه والعلم رحم بيننا هاخده في حضني وياخدني في حضنه ونوصل للحق مع بعض فان وصلنا للحق نطلع ونذيع الحق وان اختلفنا فخلاص انا بقول الحق اللي بيدين الله عز جل به ويقول الحق اللي بيدين الله عز جل به وكل واحد يتحاسب امام الله سبحانه وتعالى وانا ان احبابت ان انا انكر على واحد يا جماعة لا نذكر اسماء يعني مش لازم اطلع اقول فلان الفلان اللي بيعمل كذا واللي بيسوي كذا واعد اسب واشتم وابا مفيش داعي مفيش داعي انا ممكن اسمع مثلا ان سيم من الدعاء قال كلمة غلط قال حاجة غلط انا اصلا اطلع في الحلقة بتاعتي في البدنامي بتاعي هصلح الحاجة الغلط اللي هو قالها من خلال اظهار الحكم الشرعي الصحيح وصلت وصلت وصل المعنى وصل الحكم الشرعي من غير ما اقضح في فلان واشتم في فلان وفلان يشتم فيها لان دا جماعة احنا كده بنشمت فينا الاعداء الناس بقى تخيل بقى تخيل بقى اليهود والنصارى والهندوس والبوزيون والسيخ وكل اصحاب العقائد دي كلها لما يوضوا تفرروا كده على المسلمين اه ما شاء الله شيخ مسلم ومفكر اسلامي والاتنين عمالين بيعجنوا بعض على الهوى وبيشتموا بعض على الهوى ويوم دا اخر واحد تاني يقولك مفكر اسلام وعمال بيشتم ومفكر اسلامي تاني وعمال بيشتم والدنيا بقت سادة احمداح والناس تفسدوا واحدة طب نصدق مين لا الناس عارفة مين الصح ومين الغلط واحنا عايزين نقول حاجة عايزين نقول برضو جماعة نقطة تانية ان الانسان كل انسان فعلا يؤخذ منه ويرد الا صاحب هذا القبر حبيبنا صلى الله عليه وسلم لكن الناس بفطرتها الطيبة حتى العوامل البسطاء والله العظيم يا جماعة عارفين ياخدوا من مين وما ياخدوش من مين مش عايزين نطلع نقول النهاردة ان الله يؤخذ العلم الا من واحد يكون درس في المكان الفلاح